دايماً الناس بتسأل ايه المعدة بتشتغل ايه طول فترة النهار يعني احنا لما بنيجي نتصحر قبل الفجر بساعة ولا حاجة على ساعة مثلاً اتنين ونص ثلاثة هضم الطعام بيخلص في ست سبعة ساعات بالكتير خالص يعني الساعة عشر الصبح غالباً كل الأكل اللي كان نافي الظحور مهما كانت الوجبة دي حجمها قد ايه هتكون خلاص الهضم التماماً طب من الساعة عشر الصبح بقى لحد الساعة ستة اخر النهار لحد ما المغرب يأزل والمدفع يضرب المعدة بتشتغل ايه الفترة دي هل هي فترة تترقى راحة ومكسلة واسترخاء الحقيقة لا خالص المعدة في الفترة دي بتبقى بتخش في دورات من العمل والعمل الجاد كمان؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ في حاجة اسمها دورات حركية متتالية ده الفيسيولوجي بتاع الجسم اللي ربنا خلقوا عندنا ان بعد انتهاء هضم الطعام لو الواحد مكلش مباشرة بعد سبع او ثمان ساعات بعد من هضم خلص الوجبة اللي فاتت بيبدأ المعدة والامعاء الدقيقة تخش في دورات حركة متتالية اه بتبقى بطيئة الاول وبعد كده بتبقى زيادة تدرجيا بتنتهي الدورات دي في خلال تسعين دقيقة تبدأ من المعدة ثم الاثنى عشر ثم الامعاء الدقيقة بتقولها كل الستة مدر كلهم جزء جزء تنتهي في تسعين دقيقة بعد ما تخلص الدورة دي تتكرر تاني تسعين دقيقة تاني عشان كده الواحد بيحس توقيت بقرصد جوع كده في رمضان في الاول صح وبعدين تروح وبانتيجي تاني قرصد جوع هي دي اللحظة اللي بتشتغل فيها جيم لا هي اللحظة ده شغالة على طول طول الوقت الواحد ما بيحسش بيها مفروض خالص دي دورات حركية طبيعية بتحصل ده الفيسيولوجي الطبيعي بتاعنا تتكرر كل تسعين دقيقة طول فترة الصيام من ساعة ما ينتهي هضم الطعام بتاع الصحور من حوالي الساعة تسعة عشرة الصبح لحاد أداني المغرب طب الدورات دي فايدتها ايه طب خلينا ناخد التليفون ونعرف الدورات دي فايدتها هنكمل كلامنا على موضوع الحركية بتاعت المعدة والأمعاء دي اللي بتحصل أثناء الصيام بتحصل دورات الحركة المتتالية اللي بتتكرر كل تسعين دقيقة دي طول فترة الصيام بتعمل ايه الدورات دي كل بقايا الفضلات بقايا الطعام بقايا الأدوية اي سموم اي ألياف كالنتجة عن الهضم ولسه موجودة جوه المعدة او العمعاء الدورات الحركة دي بتخليها كلها تتحرك في اتجاه القولون في اتجاه الإخراج يعني تخرج مع الفضلات مع البرازة فاتخيالي ان التطهير والتعقيم ده شغال يوميا بيتكرر كل تسعين دقيقة طول فترة الصيام وبيشتغل تلاتين يوم في رمضان يعني احنا فترات الصيام بالنسبة للمعدة عمل عمل جاد مجرد ده تضيف وتعقيم للجهاز الهضمي لدرجة ان المراجع الطبية سمت الميكانيكية دي ايه سمتها مسؤول نظافة الجهاز الهضمي زهو سكيبر افزا سمول انتستر يعني عندنا الصيام في حد ذاته يعتبر تعقيم وتطهير وتنقيم للجهاز الهضمي والجسم كله من السموم بيتكرر بدورات كل تسعين دقيقة طول التلاتين يوم في رمضان سبحان الله